السلام عليكم أعزائينا الطلبة نأخذ الجزء الثالث من المحاضرة الثالثة من موضوع Mass Transfer Operation Diffusion in Gases وهو Diffusion in Conical Vessel مثل ما اطرقنا بالأجزاء الأولى والثانية من المحاضرة الثالثة بأن هناك في حالة إذا كان عندنا تغير في حالة إذا كان المحاضرة أيضا الجزء الثاني من الميكانيكية الرابعة هو التغير في حالة أو الانتشار في حالة إذا كان الوعاء اللي يحتوي على الماء هو من نوع Conical Vessel فنلاحظ بأنه الرسمي الموجود هنا قدامكم طلاب هو عبارة عن كونيكل اللي هو الديميتر مال الكونيكل للوعاء هو D1 أنا طبعا ما أقدر هل سأشر عليه لأنه أكثر شي هو تأشيرات كل شي هو يعليه فانتبهوا على الكلام فالقاعدة مال الكونيكل هي D1 اللحظ بأنه راح يستمر بالقطر ينفتح أكثر يكبر إلى أن نصل بأنه الديميتر العلوي لهذا النوع من أنواع الأوعية هي الكونيكل الديميتر العلوي هو أكبر من الديميتر القاعدة فهيكون هو عبارة عن D1 زائد الزيادات اللي راح تحصل على جانبي هذا الوعاء اللي هو K بالتساوي الطرفين معناتها هيكون الديميتر العلوي هو عبارة عن حاصل جمع D1 زائد 2K هذا بالنسبة إلى أبعاد القاعدة السفلية والعلوية ارتفاع البازل هو L ارتفاع البازل هو capital L أكو سائل موجود في داخل هذا الكونيكل بازل السائل ارتفاع السائل عن سطح البازل هو Z ارتفاع السائل عن سطح البازل هو Z اذا طول السائل من الأسفل إلى نهاية العلوية هو L ناقص Z احنا ما نعرفه ارتفاع السائل ونعرف ارتفاع الوعاء ليش احنا ما نعرفه؟ لأن طلاب بمرور الوقت طبعا هذا الكونيكل بازل هو معرض إلى الجو السطح الخارج ماته هو معرض إلى الجو رح يمر علي رح يمر علي ماء رح يعرض إلى عملية الانتشار والتبخر فالارتفاع مال هذا السائل رح يبدي قل إذا معناتها الارتفاع يعتمد على مرور الزمن بنتيجة الانتشار أو تلاسق الماء الذي يجري به من الأعلى رح يعرض إلى عملية التبخر رح يبدي هذا السائل ينزل كعامود ارتفاع كعامود ارتفاع داعتي بس ككروس اكشن آريا أيضا دا يختلف لأنه موجود في داخل شكله كونيكل بما أنه الأقطار اللي موجودة للصفاح مال الكونيكل هي مثارته لأن دا تلاحظون شوفوا كل ما دينزل للأسفل القطر ديقل الدايميتر مات دتقل وبالتالي معناتها الدايميتر أيضا ما للسائل ديقل مع مرور الوقت وكل ما يخفض ارتفاع السائل فمعناتها بمرور الوقت رح يسر عندنا تغير بمساحة ذلك السائل بمساحة ذلك السائل أوكي الوين دا يصير اختلاف شوفوا على الطرفين أكو شنوى أكو عدنا أم رح أشرها المرة عليها هاي الأم لأن هاي مهمة هاي الأم هي دا تختلف لأن هاي الأم هي متغيرة لأنه كل ما دينزل السائل اللحظة الأم دا تصغر فإذن الاختلاف وين دا يصير بقيمة الأم وين دا يصير بقيمة الأم مع مرور الوقت وكل ما انخفض السائل أوكي فمعناتها سيصير عندي تغير بالمساحة نقل مثل ما قل السابقين بأنه بمرور الوقت دا يصير عندنا عملية تبخر المادة تتبخر اللي هي الموجودة بالسائل اللي موجود في داخل الوعاء سواء كان سائل أو حتى لو كان غاز دا ينتشر فدا ينتشر بالهواء اللي نفرض اللي هو دا يسوي عملية الانتشار بس الهواء مده ينتشر في داخل السائل وبالتالي أيضا رح يطبق على الميكانيكية الثانية اللي هي المادة A تنتشر المادة B مده ينتشر بالمادة A وهذه هي الملاحظة بالبداية التي هي فور ناندي فيوزين جاز فستستطيع أن تتعبرون على الميكانيكية الأولى ولكن نحن نشتغل الآن على الميكانيكية الثانية فصارت هذه المعادلة قدامنا وين يصير أيضا التغير؟ هو يصير بالفلكس مثل ما قلنا هذا النوع من أنواع الانتشار الفلكس يكون غير ثابت نتيجة تغير المساحة فإذن أيضا أطبق عليها بأنه الان اي اللي هي الغير ثابتة يساوي أن الان اي لفلكس الثابت مقسم على كرس سكشن اريا أوكي فهاي آخذها أطبقها بالقانون الأعلى فصارت المعادلة بها الصيرة فصارت المعادلة بها الصيرة أوكي أرجع شقول هسا رح أسوي variable separation بالنسبة للPA الموجود بالأعلى dpa عن الديزل فأأخذ الديزل أنقله للطرف الثاني من المعادلة أنقل الديزل للطرف الثاني من المعادلة أنقله هنا والديزل أبقي مثل ما هو فصارت المعادلة هنا فهذا الحد طلاب هذا خطأ هذا ليس دي بي اي هنا هذا سيكون قيمته شنوى ديزل هذا سيكون شنوى ديزل بدال دي بي اي فهذا هو حد التكامل ما للزت وعادة إن الزت يكون من زت واحد إلى زت اثنين والطرف الأيثر من المعادلة حيكون هو حد التكامل ما للبارشل برجر حدود التكامل من بي اي واحد إلى بي اي اثنين اوكي منا ذاك الوقت رح نبدأ نشتغل هاي التكامل ما للبي احنا نعرفه سابقا ما رأى علينا يعني سابقا بالميكانيكية الأولى و بالميكانيكية الثانية نعرف بأنه لازم نكامل البارشل برجر ما اختلاف التكامل أما هنا شيء جديد هو اختلاف منه اللي هو تكامل ما للزت تكامل الزت ليش؟ لأنه عندي آني شنو هناني عندي من المقام عندي الأي اللي هي دي يسر بيها الاختلاف هذا هو الكروسكشن آريا متغير الكروسكشن آريا هناني متغير فمعناتها هسه شنو لازم أربط الارية أربط الارية اللي هي موجودة بالأسفل أربطها ويا من ويا الزت الارية هي دائما نأخذها الارية الارية باي على أربعة دي تربية باي على أربعة دي تربية وين دي يصير تغير طلاب بالارية؟ دي يصير تغير بالدي دي يصير تغير بالدي فلازم أوجد علاقة أربط بين من؟ أربط بين الديميتر والزت على مود أقدر أكامل أوجد علاقة بين الديميتر والزت على مود أقدر شنوه؟ أكامل بدلالة الزت ماذا العلاقة؟ ماذا أجدتها؟ بما أنه سأقوم بعمل تطابق مثلثات طلاب التطابق المثلثات شي يقول؟ أأخذ خط أنتبهوا عن الرسم أأخذ خط وأصعد لي فوق عدل ومن الطرف الثاني أيضا أأخذ خط من الأسفل إلى الأعلى فصار عندي مثلثات هذا مثلث وهذا مثلث مثلما قال فأأجي أسوي تشابه مثلثات لأنه عندي هذا المثلث الكبير كله وجوه المثلث الكبير يبدأ من القاعدة إلى القاعدة العليا أما المثلث الأصغر أطي غير لون المثلث الأصغر الذي هو من الأسفل إلى ارتفاع السائل فصار عندي مثلث كبير ومثلث صغير فهذا هو تشابه مثلثات من هذا التشابه مثلثات رح أمسح شوي الألوان على مدى أكمل كلام على الرسم من هذا التشابه المثلثات رح أسوي علاقة تربط لي بين من وبين من تربط لي بين المثلثات لاثنين على مدى أقدر أطلع مقدار التغير تشابه المثلثات أستخدم اللي هو التان ثيتة الثيتة اللي هي موجودة شوفوها اللي موجودة بالهاي الثيتة هاي الثيتة تشابه المقابل على المجاور المقابل الماتي هو شنوى كي المجاور الماتي هو منوى أعو هذا سويت التان بالنسبة للمثلث الكبير اللي هو مال الفزل أما التان بالنسبة للمثلث الصغير إلى سطح السائل هو عبارة عن المقابل الماتي هيكون M والمجاور الماتي هيكون L-Z L-Z فش رح يصير عندي هنانا؟ رح يصير عندي بأنه أقدر بالتان ثيتة رح يتكون عندي علاقتية هاي العلاقة أقدر أطلع بيها علاقة ال-M هاي العلاقة اللي أقدر علاقة ال-M علاقة ال-M ويامن ويزت علاقة ال-M ويزت اللي هو مقدار ارتفاع السائل عن سطح ال-conical vessel ليش؟ ال-M ده يتغير بمرر الوقت قيمة ال-M ده تتغير ويامن ده تتغير تتغير مع الفرق بين سطح السائل وسطح ال-conical vessel لأنه بمرور الوقت سطح السائل ده يقل فالمسافة ال-Z ده تتغير بعد سطح السائل عن سطح ال-conical vessel بمرور الوقت ده يتغير لأن السطح اللي هو السائل إش بيه ده يتبخر فده يقل فالمسافة هاي ده تتغير مع مرور الوقت وأيضا شنو عندي ده يتغير ال-M اللي هي على طرفين ال-conical vessel ده تصغر لأنه كل ما ينزل قيمة الأف لن تصغر أما بقية اللي هي عندي حسب القانون البقية هو شنو عندي بالقانون بقية عند قيمة من هو ال-K و ال-L ال-K ثابته ال-K ثابته بالبداية نعرفها سجра قيمتها وال-L اللي هو طولي الله وال-Tول الكلي لل-conical vessel هو ثابت الطولي الله الوعاء الوعاء مده يتغير طوله الوعاء مده يتغير طوله السائل هو ده يتغير طوله الوعاء مده ال-L هو ثابت فإذا كل الموجودات ثوابت ما عدا M و Z فشلون أربط M و Z وياها؟ فعرفنا بأنه M قيمته منوى M قيمته يساوينا K مضروف L ناقصا Z على L ليش؟ شلون أربط إذ جابه الثالثة M على A cross section area إحنا قلنا الأي شي ساوينا A يساوينا Pi على 4D فإذا لازم أجد قيمة من لـ D مربوطة ويا من ويا Z الـ D هو شنوى الـ D الـ D يساوينا اللي هو قطر العلوي للكونيك الفازل يساوينا القطر يساوينا D1 زائد 2M ها قلناها من البداية الـ M احنا طلعناه السلقان وما للـ M هذا الـ M اللي موجود هنا هذا طلعنا قيمته بهذا المعادلة فأجيب هاي المعادلة عوضها وين عوضها في هاي الـ M فصار الـ D اللي أنا أحتاجه بالـ cross section area هاي الـ D أحتاجه علاقتها ويا من هنا ويا من علاقتها علاقتها ويا Z فربطت الـ D مع Z ربطت الـ D مع Z أخذ هذا الـ D اللي حصلت هسه أخذ الـ D اللي حصلته وين عوضه ويا من عوضه بالـ cross section area اللي هي قيمة الـ A فاللاحظ هنا طلاب قمنا بتعويض عن قيمة الـ D بما يساويه في حد الـ area فصارت قيمة الـ D هذا هذا قيمة الـ D والـ area اللي هي مثل ما قلنا pi على أربعة D تربيع فأصبحت المعادلة السابقة ضمن هذا الإطار اللي هو هذا اللاحظ بأنه هاي المعادلة طبعا هي غير كاملة لأنه كان المفروض هسه رح نبدي إن كامل قيمة الحد الـ Z بما يساويه من صيغة التكامل بالنسبة للمعادلة اللي حصلناها وأيضا بالطرف الأيسر من المعادلة عن قيمة الـ partial project اللي بالنسبة للمادة أي هاي المعادلة العامة اللي حساب لـ flux في حالة إذا كان الشيء بمالتنا كوعاء هو من نوع الـ conical كوعاء من نوع الـ conical هسه رح ناخذ example تطبيق المعادلة ونشوف شلو رح نطبق هاي المعادلة المعادلة عدنا العفوز الـ example الموجود عدنا يقول بي إنه عدنا un-open conical bezel أقصد به معناتها السطح العلوي لـ conical bezel مفتوح ومعرض للجو فرأسا أنا أخلي ببالي كمعادلة أساسية رح نستخدمها هي نفس المعادلة اللي هسه طبقناها لأنه هو الميكانيكية الثانية بما أن يقول open معناتها open system معرض إلى الجو هذا موجود يحتوي هذا الـ conical bezel يحتوي على الماء في داخل الـ conical bezel ديقول لنا بأنه ارتفاع السائل اللي موجود في داخل الـ conical bezel بعد عن السطح الخارجي لـ conical هو بعده 0.5 بعده 0.5 سنتيمتر حسب ما موجود بالرسم لاحظوا هذا هنا يقصد الرسم هذا هو ارتفاع السائل عن سطح الـ conical bezel هذا هو هذا هو ارتفاع السائل وهذا بعده عن سطح البزل اللي هو 0.5 المطلوب حساب حساب time required الزمن اللازم لانخفاض الارتفاع 10 سنتيمتر يخصد بيهم عن اللي موجود هسة مو هسة بعده 0.5 ارتفاع السائل عن سطح الـ conical مو بعده اكو بعد مسافة 0.5 يريد عن بعد هذا البعد بعد يقل ارتفاع السائل 10 سنتيمتر مطينا بالسؤال قيمة DAP اللي هو الثابت مطينا الضغط الكل واحد اتموسفير مطينا درجة الحرارة 25 سنتيمتر مطينا ايضا بالسؤال الـ vapor pressure للماء 25 سنتيمتر مطينا اياها 0.0313 اتموسفير اوكي معطيات كل شي متوفر عندي الـ PA واحد مطينا اياها الـ PA2 دائما مطينا لانه بتلكم هو يعتمد على الميكانيكية الثانية لانه open system معرض المن للجو وبالتالي مطينا الـ PA2 المعادلة الـ PA2 المعادلة الـ PA2 دائما اعوضها هاي في حالة الـ PA2 في حالة الـ PA2 ما اعوض عن الفوق اللي موجودة فوقها لا ليش لانه الـ PA2 هي هاي هي المتغيرة دائما الـ PA2 هي المتغيرة دائما مثل ما قلت لكم هاي الـ PA2 المفروض اوجد علاقة تربط بين الـ Area والـ Z على موجود ابدي اكامل زين شلون اوجد العلاقة بين هاي الـ Area وZ حسب الـ Conical Vosel اللي هسه هو مطينية حسب الـ Conical Vosel المطينية الاحظ بأنه هذا الـ Conical Vosel المطينية الـ Conical Vosel المطينية اللي هو قطر الوعاء العلوي لـ Conical Vosel هو 2 سنتيمتر قطرة هو 2 سنتيمتر ارتفاع الـ Conical Vosel هو L أوكي قال ارتفاع الـ Conical Vosel عن السائل هو Z هذا هو Z إذن ارتفاع السائل هو إلى أسفل نقطة بالـ Conical Vosel هو شنو L ماينس Z قطر هذا خليتكم يا بالأخضر أوكي نجي هنا مطينا بأنه الزاوية هي هاي الزاوية نص الـ Conical Vosel قسمها هي شنية 30 الزاوية 30 أوكي نفس الطريقة بما أنه مطيني الزاوية رح أخذ الثاني الثيتة للزاوية الثاني الثيتة للزاوية مطينا هالمرة قيمة الزاوية 30 معناها الثاني لـ 30 الثاني لـ 30 هو 1 على جدر 3 أوكي الثاني لـ 30 واحد على جدر 3 دعني أمسحكم الشغلات بالرسم على ما تكون واضح قدامكم زين بعد ما أستطيع أطلع من هذا لماذا أخذ الثاني لـ 30 لماذا أخذ الثاني لـ 30 أخذ الثاني لـ 30 هالمرة يعني هو مطينيها بالسؤال شاستخدم من عنده شاقول أيضا طلاب تشابه مثلثات منقسم هذا الجزء بالمنتصر إلى الأعلى شيء اللي هو ما هذا المثلث اللي بالأخضر هو مش نوع مثلث الكبير اللي هو تابع المن للكونيكل بزر مثلث تابع للكونيكل بزر أما المثلث الثاني اللي هو المثلث الأصغر من عنده تابع المن للسائل اللي هو سويته بالأزرق من خاصية تشابه المثلثات رح يشابه بين المثلثات مع المثلث الكبير ويه الصغير أيضا باستخدام التان الثيتة التان لثلاثين اللي هو قيمتها واحد على جذر ثلاثة بالنسبة للمثلث الكبير اللي هو المقابل على المجاور المقابل مع المثلث الكبير هو واحد سانتيمتر لأنه جاي يقول لي هو قطرة كل ثنية سانتيمتر نحن نحشع المثلث واحد فمعناها سيكون قطرة واحد سانتيمتر هذا هو واحد سانتيمتر نص القاعدة العلوية المقابل على المجاور المجاور هو ارتفاع الفزر اللي هو R شي ساوي المقابل على المجاور مع المثلث الثاني اللي هو صغير المقابل مع المثلث الثاني هو قطر السائل اللي رمز له R مننا R واللاخ هو R فيسر عندنا اثنين R فيسر نحشع على مثلث واحد فهو R المقابل R اما ارتفاع السائل هو L minus Z L minus Z اوكي رح ياخذ اول علاقتين بين قيمة الثاني ثلاثين و اللي هو علاقة المقابل على المجاور ما للكونيك الفزل كل شي متوفر عندي رح أطلع ارجع مرة ثانية من طلعت قيمة L اخلي على صفحة ارجع النوبة هالمرة شنو ااخذ بين من و بين من اخذ بين القيمة الثيتة اللي هو تان ثيتة واحد على جدر ثلاثة و يامن و اللي هو المثلث الثاني الصغير واحد على جدر ثلاثة يساوي R على جدر ثلاثة ناقصا Z لأنه عوضت L عن جدر ثلاثة فطلعت علاقة بين من بين R وال Z بين R وال Z لأنه قلت لكم دائما أنا أريد أطلع فإن علاقة تربط بين الدياميتر أو النصف القطر ال R ويا من ويا Z على مدى عوضها بالقانون عوضها بالقانون لأنه التكامل ما تتبه القانون الأصلي هو شنو هو تكامل لل Z هذا فهذا مثل ما قلت لكم فلازم أجد علاقة المد لل A على مموض تكون بدلالة Z ال A هي شنية مو باي على 4D تربيع إذن لازم أعرف قيمة D ال D شي ساوي ما القطر السائل هو 2R منا R قلنا ومنا R ال R أنا هسا وجدته قيمة R وجدته بهذه العلاقة اللي هي هاي اللي تربط ال R ويزد أجيب هاي العلاقة عوضها بال R عوضها بهذه ال R فصار عندي قيمة D فصار عندي قيمة D هاي اللي هي D بدلالة منوة بدلالة Z أخذ هذا D أخذ هذا D وين عوضه عوضه بال A من جد عوضت هنا بال A هذا A عوض هذا D بالعلاقة العلاقة السابقة فحصلت قيمة A أرتبها شوية فصار تبهى الصيغة رتبتها فصارت هذه الصيغة قيمة A أخذ هذه A عوضها بالمعادلة السابقة فصارت المعادلة بهذه الصيغة وأنا أعرف تكامل ال Partial Preacher سابقا لأنني أخذيه سابقا هذا تكامل ال Partial Preacher يبقى لي فقط تكامل Z هذا تكامل Z النتيجة التكامل نعطيكم أو أنتو تعرفو إذا كان بسيط وكل شيء متوفر عندي بالسؤال راح أوجد قيمة ال N A داش أوجد قيمة ال N A داش وجدت قيمة ال N A داش هاي وجدت قيمة ال N A داش لفلاكس هو ما طالب من عندنا بالسؤال هي قيمة لفلاكس هو طالب من عندنا قيمة الزمن اللازم لانخفاض السائل بمقدار 10 سنتيمتر عن موقعه قبل الانتشار بس آني ليش طلعت ال N A داش ليش طلعت ال N A داش لسبب لسبب بأنه تايم ما أقدر أوجد إلا عرف قيمة ال N A داش واحتمال هو يطلب من عندي بالسؤال قيمة ال N A داش كحل قبل ما أطلع التايم بس هو آني نهائيا ما أقدر أطلع التايم طلاب إذا ما أوجد ال N داش ليش لأنه بالسؤال بالقانون اللي أخذنا باستخدام ال Conical Vuzzle أنا ما عندي حد التايم أنا عندي N A داش ومثل ما قلنا سابقا بالسفير أو بالأي نوع هاي ال N A داش أقدر أحوله بدلالة التايم لأنه ال N A هو شنوى ال N A هو عبارة عن السرعة في ال Concentration والسرعة هو D Z over D T فهنا رح يظهر لل Time وال Concentration هو ال Density على الوزن الجزائي حاصل Variable Separation مثل ما تعلمنا سابقا أجيب D T للطرف الأيسر من المعادلة وحدود التكامل ماتي من صفر إلى T وخلي D Z بهذا الطرف وال A أو D من الأيسر للأيمن وحدود التكامل بالنسبة لل Z هو من Z إلى Z F الأي اللي أنا رح أضرب بالتكامل اللي أنا لازم أحاول بدلالة الزيت هي نفس الأي اللي أنا حصلتها هذه الساعة من نفس الأي هاي الأي أجيبها هاي الأي عوضها هنا أرجع داخل التكامل فصارت المعادلة شوفوها بهالصيغة صارت المعادلة بهالصيغة أرجع أنا أبدي أوفر حدود التكامل بالنسبة لل Z فصارت هنا فتحت التربية فصارت التكامل بالصيغة اللي أنتو تشوفوها أسفل وراها رح أبدي أجد صارت التكامل عفو بهالصيغة صارت المعادلة رح أبدي أكامل بالنسبة لل Z فصارت المعادلة بهالصيغة حدود التكامل ما تتلاحظوها من 0.5 إلى 10.5 من 0.5 إلى 10.5 من 0.5 هذا إلى 10.5 أجدتها وكررتها أكثر من مرة لكن سيقولون أنتو قلتوا 10 ونحن قلنا 10 ينزل لكن هنا نقول إجقدة الزمن اللازم لنزول السائل تقدرون يقولون إذن معناة حدود التكامل تقدر أنتو تقول لل Z من 0 إلى 10 من 0 إلى 10 وأقدر أقول من 0.5 إجقدة كان بعد الحقيقي قبل عمليك الانتشار عن سطح ال conical vessel إلى إجقدة 10 ونص وخمسة كان بعد 0.5 سابقا فصار 10 ونص هذا أبدأ أعوض أبدأ 10 ونص بالنسبة لل Z ناقص 0.5 أو أبدأ بال 10 ناقص 0 بالنسبة لل Z يجي ال NA داش أنا طلعت سابقا الدنسيتي ما للمي إذا ما مطيني أنا عرف والوزن الجزائي أيضا المن للمي كل شيء متوفر عندي تركة قيمة time توجدو كhomework وبالنسبة أيضا للتكامل فهنا طلاب هذا يتكون كواجب لإنهاء وتعويض عن حدود التكامل وإيجاد القيمة النهائية للزمن هذا هو تطبيق مباشر لإيجاد الزمن اللازم لانخفاض ارتفاع السائل موجود ضمن وعاء من نوع الكونيكل نتيجة التغير لكروس سكشن area للوعاء وبهذا الجزء طلاب نكون قد أنهينا الجزء الثالث من المحاضرة الثالثة لهذا اليوم وشكرا جزيلا للجميع